جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة لليمن أمل أن تكون تسمعني الآن سيد بن عمر نعم نعم أهلا بك كنا نتحدث عن الأزمة الإنسانية في اليمن ومدى عمقها وامتدادها على رقعة البلاد تقول ضيفتي في الاستوديو أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأزمة السياسية برأيك ما الذي يعيق انتقال السلطة في اليمن وهذا ما آتيتم عليه في بيانكم في مجلس الأمن لا وفي الحقيقة هناك تقدم في العملية السياسية هناك تقدم في مسألة عملية الانتقال السلمي للسلطة لكن مجلس الأمن عبر عن قلقه إذا التدهور الذي حدث مؤخرا في مستوى التعاون ما بين الأطراف الأطراف الفاعلة السياسية التي تشكل الآن حكومة الوفاق الوطني وفي هذا الإطار وجه المجلس الأمن بالإجماع رسالة واضحة إلى جميع الأطراف السياسية لأنه حان الآن للدخول بدخولهم الآن في المرحلة الانتقالية الثانية يجب العمل بشكل جدي من أجل التحذير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذلك العمل في إطار إعادة هيكلة الجيش برأيك سيد بن عمر هل يمكن فعلا الجلوس إلى طاولة الحوار في اليمن وما زال الجميع يتذمر من تدخل الرئيس علي عبدالله الصالح في السياسة كل يوم ومن أن موضوع الحصانة الذي أعطي له يمنحه ربما حرية بلعب دور يعني من غير أن يكون رئيس نفس الدور الذي كان يلعبه في السابق مجلس الأمن في الحقيقة أكد دعوته لجميع الأطراف على أن تبقى ملتزمة التزاما تاما بنجاح العملية الانتقال السلمي للسلطة ومجلس الأمن يسجل على أنه فعلا فيه تقدم في العملية السياسية لكن هناك تحديات كبيرة تحديات على المستوى السياسي تحديات على المستوى الأمني تحديات كذلك على المستوى الإنساني والاختصادي وفي هذا الإطار طرح على أن هناك عدة مهمات في إطار ما اتفق عليه في اتفاقية شهر نوفمبر الماضي وما يسمى بالآلية التنفيذية في هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني وكذلك بدء عملية إعادة هيكلة الجيش والإعداد للانتخابات إعادة سياغات الدستور وكذلك الجديد في بيان مجلس الأمن نعم يعني بعضر المقاطعة ولكن البعض يقول أن الموجود أبناء علي عبدالله الصالح وأقرباءه على رأس الهيئات الأمنية والعسكرية في البلاد يمنع تماما أي عملية سياسية في البلاد لأنه لا يمكن التعامل معهم بعد ما جرى وبعد توقيع اتفاق المبادرة الخليجية نحن طبعا لنا أصداء من جميع الأطراف هناك فعلا عراقية حقيقية هناك توتر هذا حاصل لكن في نفس الوقت هناك اتفاق وفي إطار هذا الاتفاق تم الاتفاق لأنه سيتم إعادة هيكلة الجيش خلال هذه المرحلة هذه عملية ليست سهلة ستستلب وقت ربما وقت طويل لكن يجب البدء في هذه المهمة تتحدث عن عراقية لو تقرب لنا المسائل سيد بن عمر عن ماذا تتحدث ما هي العراقية بالتحديد عراقية كثيرة أول العرقلة وهي انعدام الثقة ما بين الأطراف العرقلة الثانية كذلك هي فقدان الدولة لسيطرتها على مرات كثيرة حتى العاصمة لازالت منقسمة كان هناك تحسن في موضوع الرحيل المسلحين لكن رحلوا من شوارع الرئيسية وذهبوا واختفوا في الشوارع الثانوية في البنايات هناك تقدم إلى حد ما لكن هناك ما زالت تحديات على المستوى الأمني وكذلك هناك الوضع الخاص في الجنوب وانتشار المجموعات المسلحة الآن أصبحت تسيطر على منطقة أبيان وتقوم بهجمات كثيرة على القوات الحكومية هناك وضع خاص صعب جدا أنتم في مجلس الأمن وكمجتمع دولي دعمتم المبادرة الخليجية وتدعمونها ولكن يبدو أنكم عاجزون عن فعل أي شيء للدفع لتطبيقها على الأرض للضغط على الأطراف من أجل الالتزام بها لا هذا غير صحيح أولا قرار 2014 قرار مجلس الأمن طالب بتسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية وفي هذا الإطار طالب القرار المجلس الأمن العام القيام بمسايا حميدة من أجل تقريب وجهات نظر ما بين الأطراف السياسية وفي هذا الإطار تم الاتفاق على ما يسمى بالآلية الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في شهر نوفمبر هناك اتفاق على خارطة الطريق مفصلة تنظم العملية انتقال السلطة تنظم العملية الانتقالية بأشملها ولكن مجد وكل هذا سيد بن عمر مجد وكل هذا إذا كان عبد الرب ومنصور هادي لا يستطيع إقالة أحمد علي عبدالله صالح ومحمد صالح من مناصبهم يعني ليس لديه قوة حقيقية للقيام بمهام أساسية يعتبرها الشباب في الشارع أساسية للعبور بالبلاد إلى مرحلة انتقالية فعلية إقبال الناخبين يعني بدرجة لم نكن نتصورها هو دلالة واسعة وأن الرئيس هادي له الآن ولاية واضحة من طرف الشعب اليمني وكذلك كان لجوءهم لصارة اقتراع ورغبة في التغيير وبدأت هنا وبدأ الرئيس يتخذ عدة قرارات تخص تعيين موظفين سامين جدود إلى آخره لكن الآن المهم وأن يتجه اليمنيون إلى التركيز على أهم مسألة خلال هذه المرحلة انتقالية التالية وهو تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي هذا الإطار دعا مجلس الأمن إلى مرحلة تهيئة تمهيدية مرحلة تهيئة الأجواء وكذلك تحضير المؤتمر حتى تكون هناك مشاركة واسعة سيد بن عمر على ماذا يتحاورون لأن المشهد في اليمن يبدو وكأنه يتم كنس الغبار تحت السجادة يعني لم يحل شيء فعليا على الأرض أنت ترى الأزمة الإنسانية إلى أي حد هي متفاقمة ترى الأزمة السياسية وضع الجنوب ما زال يتفاقم يوم بعد يوم وضع الحوثيين يتفاقم الوضع الأمني أنت قلت أن الدولة ليست لديها سيطرة على مناطق كثيرة في البلاد ماذا يعني أنه صارت انتخابات وأخذ عبد الربو منصور هذه التفويت طيب ماذا يعني هذا على أرض الواقع كيف يترجع أكيد هناك تحديات كبيرة على المستوى الأمني والمستوى السياسي على المستوى الاقتصاري والإنساني لكن في إطار الاتفاق الذي تم من الأطراف اليمنية تم الاتفاق كذلك على معالجة هذه القضايا الوطنية الكبيرة التي منها القضية الجنوبية قضية صعدة قضية إعادة نظر في الدستور وسياغ الدستور جديد قضايا متعلقة بالتنمية والخدمات الاجتماعية الآن أصبح الوضع وتفاقم هذه المشاكل يفرض على اليمنيين أن يركزوا على لغة الحوار وعلى أن يبدأوا فعليا في التهيئ لمؤتمر الحوار الوطني الشامي حتى تكون هناك مشاركة واسعة على جميع الأطراف هذه المناسبة في الحقيقة هذه الفرصة من أجل التطرق لهذه القضايا وحلها بشكل جماعي عن طريق الحوار وليس عن طريق العنف وقد يقول بعض أن المجتمع الدولي إذا لم يكن قادرا على ضمان تنفيذ آليات المبادرة الخليجية فكيف سيكون قادر على ضمان حصول هذا الحوار من أساسه؟ المجتمع الدولي لا زال يراقب العملية السياسية في اليمن الموضوع اليمن هو على أجندة مجلس الأمن واجتمع مجلس الأمن في المدة الأخيرة تقريبا كل شهر ولهذا صدر هذا البيان الرئاسي الرسالة هي واضحة المجتمع الدولي يريد استقرار في اليمن يريد أمن اليمن ويريد أن تكون هناك عملية سياسية يقودها اليمنيون من أجل نقل السلطة ومن أجل إنجاز مهام المرحلة الانتقالية التانية بما فيها مؤتمر الحوار الوطني بما فيها إعادة هيكلة الجيش كذلك إصدار قوانين حول موضوع العدالة الانتقالية هذا كان صادر كذلك في البيان الذي صدر أمس هذه هي القضايا التي حث عليها بيان مجلس الأمن وفي هذا الإطار سنساعد جميع الأطراف من أجل الدفع بالعملية السياسية الأمام في إطار الاتفاق الذي تم في شهر نوفمبر أشكرك سيد جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن كنت معنا من نيويورك